هذا وتحدث رئيس مجلس ديال عمر الكروي عن الأولويات في المرحلة المقبلة وأشار إلى أن غياب السلطة التشريعية المحلية في المحافظة لسنوات أدى إلى فقدان الرقابة وعدم تشريع القوانين واستفحال الفساد بالدوائر هناك الكثير من الملفات وذلك لغياب الحكومة المحلية لعدة سنوات عن المحافظة غاب الرقابة وغاب تشريع القوانين داخل المحافظة بالتالي هناك الفساد استفحال في كثير من المؤسسات الدولة وأيضا في الإدارات المحلية داخل المحافظة ديالة سيكون عمل مجلس المحافظة إكمال كابينة اللجان الموجودة فيما تخص أعضاء مجلس المحافظة وبالتالي سيكون هناك عمل مشترك ما بين الحكومة المحلية الرقابية والتنفيذية لغرض رفع ملفات كثير من المدراء الدوائر الذين استفحلوا في هذه المؤسسات لعدة سنوات وبقوا في هذه المؤسسات بدون تغيير